خطوات تجديد الجواز المصري في الداخل والخارج تعرف على الأسعار والمستندات المطلوبة معكم أميرة الشربيني أهلا بكم موسيقى ما فيش شك ان جواز السفر ما بيعكسش هوية حامله بس لكنه كمان بيوضح هوية الدولة اللي بتصدره وخصائصها لأنه بيكون بمثابة عمل فني مفعا بالتفاصيل التاريخية وقد يكشف عن التشابه الكبير بين ثقافات العالم رغم أن الهدف منه هو إبراز الفواصل الحدودية بينها كتير من المواطنين اللي بيضطروا للسفر الخارج بيحرصوا على تجديد جواز السفر المصري عندما يحين موعد تجديده أو حتى استخراجوا لأول مرة وبتتحدد مدته بسبع سنين سواء للأشخاص الموجودين داخل الدولة أو في الخارج نظرا لأهميته باعتباره إثبات الشخصية الخاص بالمواطن خارج البلاد وألية التنقل الوحيد للخارج ومن أهم شروط استخراج جواز السفر هو توفر بطاقة الرقم القومي للي تم 16 سنة أو شهادة ميلاد مميكانة تحمل الرقم القومي لمن هم دون 16 سنة كمان بيتم قبول شهادات الميلاد المميكانة لمن هم فوق 16 سنة وبيرغبوا فيه استخراج جواز السفر المميكان واللي ما كانش عندهم القدرة أنهم يستخرجوا بطاقة الرقم القومي بتقتصر الصلاحية الزمنية لجواز السفر لمدة عام واحد بشرط حمل المواطن جواز سفر سابق يوضح شخصيته وأصد شهادة الميلاد المميكانة المدون بها الرقم القومي في حالة استخراج المواطن لبطاقة الرقم القومي يتم صرف جواز سفر جديد صالح للمدة القانونية حيث أن الجواز المميكان لا يجوز تمديده وعليه تسديد رسوم جديدة لاستخراج جواز السفر بيمنع القانون أن يحوز المواطن على جوازين سفر سريين في وقت واحد علشان كده برنامج الحاسب مبرمج أوتوماتيكيا على استخراج الجواز الجديد وإلغاء السابق فور الطباعة منعا للخطأ البشري أما خطوات تجديد البسبور المصري فهي إذا كان الراجب في تجديد البسبور المصري متواجد في مصر فيقوم بالذهاب لمصلحة الجوازات التابعة لوزارة الداخلية وإذا كان الراجب في تجديد الجواز السفر خارج مصر يتوجه إلى مقر السفارة المصرية أو الكنسولية في الدولة المتواجد بها ثم يقوم بدفع رسوم تجديد البسبور واللي حديدتها مصلحة الجوازات المصرية بقيمة 500 جنيه كمان بيتم تسديد مبلغ إضافي يبلغ قيمته 400 جنيه كضمان اجتماعي للدولة كمان المستندات المطلوبة لتجديد البسبور المصري هي بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمواطن الراغب في تحديد البسبور المصري في حالة إذا كان الراغب في تجديد البسبور المصري أقل من 16 سنة يجب تقديم شهادة الميلاد الخاصة به تقديم أربع صور شخصية على أن تكون ذات خلفية بيضاء مقاس أربعة في ستة ولا بد أن تكون حديثة شهادة تثبت موقف صاحب جواز السفر من التجنيد وبيستسنى من ذلك الأشخاص الذين لم تبلغ أعمارهم 19 عام تقديم بيان يثبت الحالة الاجتماعية من خلال تقديم صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق إن وجدت والأصلية للإطلاع كمان شهادة المؤهل الدراسي بالنسبة للطلاب بيحتاج بيان إثبات بذلك من جهة الدراسة يجب تقديم جواز السفر المنتهي حتى يتم تجديد البسبور المصري أما في حالة إذا كان غير حاصل على مؤهل دراسي بيتم إداع مبلغ تأمين جواز السفر من خلال البنك الأهلي أو بنك مصر لصالح حساب مصلحة الجوازات والحصول أيضا على إصال كمان لازم تعرف إن جواز السفر المصري جاء في ترتيب مقبول إلى حد ما ما بين جوازات السفر حوالين العالم وهي المرتبة 93 عالميا من حيث قوته حسب مؤشر هينلي باسبورت وده بيسمح للمصريين بالصفر لحوالي 60 دولة حوالين العالم ترجمة نانسي قنقر